موسيقى طابت أوقاتكم أينما كنتم حلقة جديدة من مدار الغد وفيها خطة إخراج المرتزقة من ليبيا بشائر لإنهاء الأزمة فهل يتم تنفيذها؟ صعوبات وعقبات داخلية وخارجية قد تهدد تنفيذ الخطة وتحذيرات من تبعات الفشل ترحيب دولي وأقليمي بإقرار اللجنة العسكرية 5 زائد 5 خطة إخراج المرتزقة من ليبيا ولكن مع هذا الترحيب ثارت تساؤلات حول إمكانية تنفيذ الخطة وإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا بدأ التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي وظهور عدد من القوى التي تريد السيطرة على البلاد أو على جزء منها فمنذ بداية 2014 أصبحت ليبيا قاعدة خلفية ومركزا للتدريب لعدد من الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمي القاعدة وداعش لتدريب المقاتلين ثم الانطلاق نحو تركيا ومنها إلى الداخلين السوري والعراقي ثم تحولت ليبيا نفسها إلى ساحة للقتال استقر بها هؤلاء المقاتلون وانضموا لصفوف تنظيم داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي للقتال ضد الجيش الليبي الذي أطلق عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر عام 2014 في عام 2016 شاركت مجموعات من المرتزق التشاديين في الأعمال القتالية واتخذت من جنوب ليبيا مركزا لها ضد النظام الحاكم في تشاد وتحالفت في البداية مع مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة وفي عام 2017 وتحت الضغط وقعت اتفاقا مع الجيش الليبي يقضي بعدم الاعتداء عليه أما في نوفمبر من عام 2019 وقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق برئاسة فيز السراج بدأت تركيا بمجبها بإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في صراعها مع الجيش الليبي وكان العدد وقتها محددا ومقتصرا على القوات التركية النظامية من خبراء ومشغلين فنيين في أواخر 2019 سعت أنقرة إلى تجنيد آلاف السوريين الذين كانوا يقاتلون في مجموعات مدعومة وإرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق تراوحت أعدادهم بين أربعة آلاف في البداية إلى أن وصلوا إلى نحو ثلاثة عشر ألف في نهاية عام 2020 الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت روسيا بنشر نحو ألفين من المرتزقة لدعم الجيش الليبي في هجومه على ترابلس العام الماضي وذكرت أن هؤلاء المرتزقة من أعضاء مجموعة فاغنر وهي شركة عسكرية خاصة تهمت بشن حروب سرية نيابة عن الكريملين في دول مثل أوكرانيا وسوريا نيابة عن الكريملين في دول مثل أوكرانيا وسوريا وشكرا للمشاهدة ينزم إلينا ضيوفنا من بنغازي سيد جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية ومن طرابلس الدكتور عبد الحميد النعيمي الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية جامعة طرابلس ومن اسطنبول محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية ومن موسكو أندري مورتازينا الكاتب والباحث السياسي والمختص بشؤون الشرق الأوسط مرحبا بكم على شاشة الغد أبدأ معك سيد جمال يعني وسط هذا الدعم الدولي والأممي لعمل اللجنة العسكرية المشتركة وخطتها الشاملة لإخراج المرتزقة هل هناك ما يضمن تحقيق ما تم الاتفاق عليه نعم أساك طيب أستاذ يارة تحية طيبة لكم كل ضيوفك كرام وبالنسبة لإخراج القوات الأجنبية ومرتزقة من الأراضي الليبية هو أمر بات محسوم لدى المجتمع الدولي وبالتحديد رأس الولايات المتحدة الأمريكية ونعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم باتجاه إخراج جميع القوات الموجودة لأراضي الليبية بما فيها القوات فادنر وكذلك القوات التركية الصراع الآن الموجود في ليبيا هو على فاعتقاد وفاعتقاد جميع بأنه فعلا صراع نفوذ دولي في الأراضي الليبية بما فيهم تركيا التي أصبحت مصدر إجعاز للمجتمع الدولي وبالتحاد الأوروبي لأن هذه الدولة أصبحت تعبت في الأراضي الليبية وكذلك أصبحت تستخدم وجودها في النيتو وتقنية النيتو في عمليات معنية بها مثل في روسيا وفي ليبيا لذلك إخراج القوات الأجنبية على رأس فادنر والرأس القوات التركية وأمر محسوم لدى المجتمع الدولي وزي ما ذكرنا هناك كثير من المحاولات حتى من دول الإقليمية والجارة لليبيا بأن يجب إخراج هذه القوات في أسرع وقت ممكن لأن الكل يعتقد بأن حتى مسألة الانتخابات هو الأمر مرهون بإخراج القوات الأجنبية لأن هناك من انتحدث بأن القوات الروسية أو قوات فادنر هي موجودة في الشرق الليبي وكذلك القوات التركية هي موجودة في الغرب الليبي وبالتالي سيؤثر وجود هذه القوات على حتى نتائج الانتخابات كيف سيؤثر على نتائج الانتخابات؟ نعم سيؤثر حتى من ناحية هناك من يعتقد بأنه سيؤثر حتى من ناحية الفنية الانتخابات لأن هذه القوات تحاول أن تدفع بشخصيات معينة في مناطق نفوذها هذا يعتقد الكثير بصراحة أنها ستدفع بشخصيات معينة سواء كانت الوجود في الشرق الليبي أو كانت الوجود حتى في الغرب الليبي بما فيه حتى القوات التركية نحن نعلم حتى الكتائب الموجودة في الغرب الليبي أصبحت تتحرك وأصبحت تحاول أن تسيطر على جزء كبير من منطقة الغربية وذلك بالدعم التركي وكذلك بمعية جماعة الإسلام السياسي أو تيار الأخوان المسلمين المتمترس في عاصمة طرابلس يحاولون السيطرة على هذه المناطق قبل حتى الانتخابات بحيث أن تصبح الانتخابات 24 تستمر تحت سيطرتهم في حالة أن هذه الانتخابات جاءت بشخصية زي ما يوصفون بأن شخصية غير مرغوبة فيها سيقومون بالتحرك مثل ما حدث في 2014 كانت عملية تجر ليبيا بين انتخابات 2014 لمجلس النواب لذلك هناك صراع نفوذ حقيقي وهو صراع دولي في ليبيا وليس بالتحديد في ليبيا ولكن هناك صراع دولي أسأل دكتور عبد الحميد دكتور تحديد آلية للخروج تحديد جدول زمني لخروج هؤلاء المرتزقة والقوات الأجنبية هل يكفي لضمان تطبيقها على الأرض؟ تحديد جدول زمني لفرحة المرتزقة والقوات الأجنبية ولكن ما نشهده الآن من قرارات لمجموعة الخصوصية الخمسة هي مجرد أمنيات فبعيدة كل البعد عن الإنسانية تطبيقها فبعيدة كل البعد عن الواقع لماذا؟ يعني اليوم هناك مطالب شعبية هناك دعم أممي هناك دعم إقليمي هناك دعم دولي المجتمع الدولي بأكمله يطالب بإنهاء هذا الملف وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية لماذا لا يمكن تحقيق ذلك؟ لماذا هي أمنيات؟ لأن ما سميتيه دعم الدولي هذا هو مجرد اتخال لمصالح بعض الأطراف القوية المركزية في النظام الدولي يعني لا يوجد هناك مجتمع دولي يوجد دولية واحدة مصالح واحدة ومصالح واحدة تتعلق في ليبيا وهي تضارب مصالح وفي تالي ليبيا هي صاحة الموارزة لهذه المصالح المتعارضة والتنفذة ولذلك ما نشهده الآن من تصريحات على المجتمع الدولي يعني كلها تصريحات جوفاء يعني لا نعتقد أن هناك تصريحات صالح فينا وإنها تجاه مصالح يعني أنت تقول دكتور بأنه لا يوجد نية أو رغبة صادقة لدى المجتمع الدولي في حل هذا الملف وإخراج المرتزق أخذ رأي ضيفي من موسكو سيد أندري سيد أندري ما رأيك هل تتفق مع دكتور عبد الحميد بأنه اليوم الدول الفاعلة في الملف الليبي ليس من مصلحتها أو لا تريد أن تحل هذا الملف وتطبق خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا أنا لست موافقا مع زميل الكريم في الأيام إلتقى وزير الحرجي روسيا Сергей Лавروف مع نظيره المصري ساميح شكري في موسكو سيد Лавروف عبر عن الموقف روسيا تجاه ليبيا صاحب القوات الأجنبي من ليبيا تدريجيين وعلي المراحل روسيا ترحب بأي صاحب العسكري من ليبيا روسيا تريد أن تكون العلاقات روسيا-ليبيا جيدة وعلاقات صديقة وروسيا لا تؤيد موقف رئيس التركي رجب تي بردوغان تجاه ليبيا وروسيا ترهب أن تكون ليبيا محايدة من القوات الأجنبي والمرتزقة طبعا الكثير من الدول خاصة الولايات المتحدة والوسائل العلامة الأمريكية تتهم روسيا بوجود شركة واغنر في ليبيا أنا ليس لدي أثبات أولا وليس لدي المعلومات كثيرة عن وجود المقاتل واغنر في ليبيا يوجد مقاتل واغنر في سوريا هذا صحيح فيما يخص ليبيا ربما يوجد هناك بعض الخبراء من هذه الشركة ولكن عددهم محدود وليس لدي المعلومات والأثبات الكثيرة الموجود إذا كان مهما اختلف التسمية كان هناك مسلحين أو كان هناك خبراء روس اليوم في ليبيا إذا ما تم الاتفاق على خطة بالفعل لإخراج كل القوات الأجنبية والمقصود هنا القوات الأجنبية بما فيها خبراء وعسكرين ومسلحين وما إلا ذلك هل ستنفذ روسيا هذه الخطة؟ هل ستتعاون لتنفيذ هذه الخطة في ليبيا؟ بلا شك ستنفذ روسيا هذه الخطة وستسحب الخبراء من ليبيا إذا كانوا موجودين ولكن تدريجيا وعلى المراحل إذا سحبت مثلا تركيا بالخبراء والقوات التركية والمرتازقة من ليبيا ستعمل نفس الشيء روسيا لكن الفرق هو نحن نعرف عدد المرتازقة والقوات التركية في ليبيا عدده لأقل من ألف وخمسمائة شخص أظنه أكثر بكثير وروسيا لم تولن رسميا عن حضور القوات الروسية والمرتازقة كما تقولون مقاتلو شركة واغنر روسيا لا تعترف بوجود العسكرين الروس على صحة الليبية وفي نفس الوقت روسيا متافقة وترهب أن تسحب هذه القوات إذا كانت موجودة الفرق هو أن حكومة فايس سراج كانت تدعو القوات التركية إلى ليبيا والجانب التركي قالت أنها كانت موجودة في تركيا بدعوة من الحكومة الشرعية وهذا صحيح بالفعل حكومة سراج دعت القوات التركية أما خليفة حفتر لم يدعو الروس على أساس رسمي طبعا هناك كانت المساعدة العسكرية قبل اتخاذ القرار الأممي 25 و10 في الاستثانة الماضية لم يكن هناك العقبات على التزويد لليبيا بالأسلحة قبل اتحاذ هذا القرار الأممي قبل 2020 وطبعا كانت تركيا تزاود الجالب أشرك في هذه النقطة سيد محمود سيد محمود هل هناك توجه تركي اليوم للانسحاب من ليبيا في ضوء أن هناك أنباء تقول بأنه لدى تركيا نية بإرسال المزيد من المرتزقة إلى غرب ليبيا أو إلى الغرب الليبي بداية مساء الخير لك ولو ضيوفك المحترمين الموقف التركي واضح منذ البداية تركيا تسعى لأن تفصل تواجدها العسكري في ليبيا عن النقاش الدائر سواء في الداخل ليبيا أو في المجتمع الدولي أو بين الدول المؤثرة في الصراع ليبيا حول موضوع المرتزقة والمقاتلين الأجانب تركيا منذ البداية تقول بأن تواجدها العسكري في ليبيا هو تواجد شرعي ببوجب اتفاقية برمتها مع حكومة الوفاق الوطني وبالتالي يفترض أن تكون وهذا ما تطمحه تركيا بأن مسألة تواجدها العسكري في ليبيا يفترض أن تكون مسألة تركية ليبيا بشكل مباشر ولا داعي لأطراف أخرى أن تناقش فيها على اعتبار أن الوجود العسكري التركي في ليبيا هو وجود لا يندرج في إطار المرتزقة والمقاتلين الأجانب أو القوات الأجانبية التي جاءت إلى ليبيا بشكل غير رسمي وبالتالي لا أعتقد بأن هناك تغير على المدى القريب على الأقل في المقاربة التركية لمسألة تواجد العسكري في ليبيا لا شك بأن هناك ضغوط دولية عديدة الآن تمارس هذا بالنسبة للتواجد التركي المسألة عن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الوجود العسكري التركي ماذا عن المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا ومن أماكن أخرى يعني كتركيا كغيرها من الأطراف الدولية الأخرى طبعا استعانت بمقاتلين ومرتزقة أجانب في ليبيا وكان هناك إقرار حتى من الجانب التركي في هذه المسألة لكن أعتقد بأن الآن التركيز الدولي هو على مسألة التواجد العسكري التركي الرسمي الموجود لا أعتقد بأن المقاتلين الأجانب الذين استعانت بهم تركيا الأنباء التي تتحدث عن الخطة يعني لا يوجد بيان واضح ولكن يقال أو حسب ما سرّب بأن الخطة تتألف من أكثر من بند أولها إخراج المرتزقة ومن ثم القوات الأجنبية أي قوات أجنبية أي مسلحين أجانب سيتم إخراجهم وبالتالي ما هو الموقف التركي هنا؟ صحيح حتى هناك أعتقد بأن هناك خلاف ليبي بليبي حول هذه المسألة حتى نرى لعب في المصطلحات لكل طرف يستخدم المصطلحات يعني مجموعة الخمسة زائد خمسة في بيانها تحدثت عن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية كان هناك بيان للمجلس الرئاسي لم يشير إلى مسألة القوات الأجنبية تحدثها عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب وبالتالي هذا الاختلاف في المصطلحات هو في الحقيقة يعكس خلاف ليبي بليبي وشاهدنا كيف أن الضيفان المحترمين سواء من بنغازي ومنطرابس لديهم مقاربة مختلفة لهذه المسألة هذا الخلاف الليبي الليبي لازال موجود يعني المقاربة كانت مختلفة بي توقع نتائج ومدى فعالية هذه الخطة وإذا ما كان سيتم تطبيقها لا أعرف يعني سيد جمال ما رأيك هل هناك خلاف ليبي ليبي اليوم واضح بشأن من سيخرج من ليبيا إذا كانت القوات الرسمية ربما أو القوات التركية الأجنبية أم المرتزقة والميليشيات المسلحة الذين تم استجلابهم من سوريا من السودان ومن مناطق مختلفة نعم هو لا يوجد خلاف ليبي ليبي بالدرجة الأولى هو خلاف ما بين الشعب ليبي ما بين تيار الإسلام السياسي نحن لا نرجع قليلا الاتفاقية التي وقعت مع النظام التركي نحن نعلم أن هذه الاتفاقية جاءت على إنقاذ من الحروب للأسف حتى عندما صادق عليها مجلس النواب أو برلمان التركي رفضها مجلس النواب الليبي لماذا لم يتم الاعتراف بمجلس النواب الليبي الذي رفض هذه الاتفاقية هذه من ناحية من ناحية الأخرى ومن ناحية المهمة إذا كانت هذه القوات بشكل رسمي وبشكل شرعي لماذا يأتون لنا بالمرتزقة من سوريا ومن غيرها من بعض المناطق لماذا لا تكون هناك قوات فعلا زي ما ذكرت حضرتك الضيف محمود من إسطنبول لماذا لا تكون هناك قوات رسمية تركية إذا كانت فعلا تتفاقية أمنية لتدريب القوات الليبية لماذا تأتون لنا بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب ليقتلوا أبناء الشعب الليبي هذه نقطة النقطة المهمة جدا نحن نتذكر بها عندما صرحت الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية لدى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عندما صرحت في العديد من المناسبات بأن يجب على تركها أن تخرج قواتها ومرتزقتها للأسف نحن شفنا امتعاض المجموعات المسلحة ولم يمتعذ الشعب الليبي ولم بصراحة يتهجم عليها الشعب الليبي بل رحب بهذه الخطوة ولكن من رفض هذه الخطوة هي هذه المجموعات المسلحة لذلك هذه المجموعات المسلحة هي نفسها من تؤذي الشعب الليبي هي نفسها من تستحوذ على خيرات وقوة الشعب الليبي هي نفسها من تهدد الأمن والسلام والاستقرار داخل ليبي وليست الشعب الليبي الشعب الليبي رافض حتى وجود المجموعات والكتائب المسلحة الموجودة الآن في الغرب الليبي التي تدعمها تركيا للأسف لذلك نكون منصفين نحن في هذا الجانب أما مسألة خروج القوات الأجنبية نحن الشعب الليبي هو يطالب خروج جميع القوات الأجنبية ونحن أحترم بصراحة تصريحات التي كانت من جانب الروسي عندما تحدث بأن نحن على استعداد سحب قواتنا إذا طلب مجلس وبذلك لذلك هذه احتراما لرغبة الشعب أما تعنت للأسف النظام التركي وتمسكه بأن هذه الاتفاقية هي اتفاقية شرعية وأن وجودها جاء بناء على اتفاقية للأسف وهذا هو يعمق الخلاف وهي اتفاقية ليس ما بين أطراف أو قوة سياسية حقيقية أو برغبة الشعب الليبي ولكن هي اتفاقية للأسف مع كتائب ومجموعات مسلحة وهذا ما شاهدناه إذا كان هم يعتقدون بأن وجودهم شرعي لماذا رفضت رفض حتى وزير خارجية تركي خيوش قواتي عندما طلبت منه الدكتورة نجداء منقوش وزيرة الخارجية لدى حكومة الوحدة الوطنية للأسف لذلك هناك حتى مخالبات رسلية من حكومة الوحدة الوطنية وكذلك مجلس نواب وكذلك من لجنة خمسة زيادة خمسة العسكرية دكتور عبد الحميد ما رأيك اليوم بند إخراج المرتزقة هل يشكل ربما نقطة خلافية برأيك؟ ومجرد طرح هذا البند يعني الآن يعتبر شابخ ليهواني يعتبر في غير محلة لأن البيئة غير مناسب لذلك اللحظ كل من يتكلم كل من يتكلم عن إخراج قوات الاسمية يتكلم بدون رؤية واضحة لتنفيذ اتزامات بخصوص حتى المواكم اللي شدناه دول الجوار اللي عقد في الجزايا دول الجوار يتكلم عن إخلاص القزقه هم نفسه غير مستعدين على استخدام أبنائهم اللي فرطوا في النزاع في ليبيا يعني هناك قوات خدمة من الشاد وخدمة من السيدان ومن الناجر والسيدان ليس بإمكانه وليس لديه القدرة وليس لديه الرقبة في أحد عودتهم واجتعادهم في النظام السياسي في السيدان كذلك بالنسبة للشاد شفنا المشكلة الأخيرة اللي نتزع عنها الاغتيال مئيس السيدان السابق لذلك السيدان والشاد والنازل ماذا عن المرتزقة الذين جاءوا من سوريا نفس الشيء بالنسبة لسوريا يعني من سيؤمن عودتهم يعني إذن المشكلة هي في الآلية أم في الطرح في المبدأ في الرؤية بأنه يجب أن يخرج هؤلاء المرتزقة ولكن لا يوجد آلية هذا ما تقصده المشكلة في مسارات الخلول في الأزمة المدرية مسارات الخلول يجب أن تكون متناسقة ومتزاملة يجب أن يحدث تقدم على المسار السياسي أولا الآن مثل لما نتكلم في لجنة زي خمسة لجنة خمسة زي خمسة لجنة خمسة زي خمسة ليست لديها تطوير وليست مؤهلة وليست لديها إمكانية مدية لتطوير ما ترتفع عليه ولكن اليوم هي مدعومة بدعم أمريكي وجهود أمريكي وحضور أمريكي قوي في هذا الملف يبدو أن أمريكا تهتم تولي اهتمام كبير لهذا الملف بالإضافة إلى الدعم الأممي وجهود مصرية وجهود إقليمية أيضا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لضمان أمن واستقرار ليبيا أمريكا تنتبه للملف في ليبيا بعد ما لاحظت أن استمرار النجاح سيؤدي إلى تغرغل روسيا ومن وراء روسيا الصين في ليبيا وفي أفريقيا كلها شافوا أن استمرار النجاح سيعطي أعطي خلصة في روسيا للتغرغل في ليبيا والتمدين من كل خلصة في ليبيا وبناء قواعد ومنها بناء قواعد وفي السودان وفي إيتيوبيا وفي الناجر وفي تشارب ما يزرز لأمريكا هو وجود روسي ليس أكثر ما قام بإحضار وأعطاء ضوء لخدوم التركية هو السياسة الأمريكية أمريكا هي التي استحضرت تركيا لمواجهة روسيا يعني روسيا لا تقوم بدور عن استراتيجية وفي سراتيجية الملايات المتحدة الأمريكية إذن كل ما يقال الآن عن خلوج مقوات كل غير منطقي وغير مرتبط في تطورات المضع السياسي في ليبيا لجمع أني تحقق سيد أندري ما رأيك اليوم ضيفي من ترابلوس يرى بأنه رغبة المجتمع الدولي أو ربما هذه الجهود الأمريكية الحثيثة لمناقشة ملف إخراج المرتزقة من ليبيا يأتي وراءه رغبة أمريكية وأوروبية ربما بوضع حد للتوغل الروسي في الملف الليبي ما تعليقك؟ أظن أن الولايات المتحدة وأوروبا ترغب بالدرجة الأولى وضع السيطرة على النفط الليبي هذا أول شيء ولذلك يدر الكلام عن الواغنر وعن المرتزق الروس وإلى آخر هم الشيء هدف الجيوسياسي وضع السيطرة على النفط الليبي هذا هو هدف الولايات المتحدة وأوروبا بالدرجة الأولى ومن هذا الانطلاق واضح يعني رغبت الهرب وطرد روسيا من الصحة الليبية هذا واضح طبعا روسيا لا تريد أن تملك بالنفط الليبي روسيا تقع محيط النفط روسيا ترهب أن تكون العلاقات الصداقة بين روسيا وليبي وعلاقات الطاون في حقبة المعمرة الكذافي كانت علاقات روسيا السوفيتية الليبي لا بأس بها طبعا الليبي لم تكن موالية لروسيا ولكن كانت الليبي دولة صداقة بالنسبة للاتحاد السوفيتي أنا شخصيا كنت في ليبي لأول مرة نزورت ليبي قبل 35 سنة وعملت في الجيش الليبي كنت مترجما روسيا في ليبي أنا أعرف ما هو الجيش الليبي والعلاقات كانت لا بأس بها أحيانا كانت توطر ولكن كانت رغبة للتعاون المشترك ولم تقوم القواعد الروسية في ليبيا كانت العلاقات جيدة وروسيا ترهب أن تعود هذه العلاقات يعني بالحديث عن هذه الرغبة لا تقبل سيطرة الروسية باستقرار الأوضاع بليبيا والحفاظ على الصداقة بين البلدين روسيا وتركيا يتفقان في العديد من الملفات هناك تعاونات واتفاقات كثيرة سياسية وعسكرية وما إلا ذلك لماذا لا يتم اتفاق روسي تركي بشأن الملف الليبي هناك منافسة سياسية مثل ما كانت المنافسة في سوريا طبعا إردوغان وابوتين هم زملاء ويبهمان بعضهم البعض وهناك المنافسة في نفس الوقت وليس هناك التطابق في ليبيا وليس هناك التطابق في سوريا بالرغم من ذلك لدينا التعاون الاستراتيجي الاقتصادي طبعا أرجو منك أن تبقى معي سيد أرجو منك أن تبقى معي سيد أندريك ذلك ضيوفي الكرام ابقوا معنا نستكمل الحوار في مدار الغد بعد الفاصل أهلا بكم من جديد رغم الترحيب الدولي والإقليمي بإقرار اللجنة العسكرية خطة لخروج المرتزقة من ليبيا إلا أن هناك مخاوف والتساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة بسبب الصعوبات المتوقعة من أبرز هذه العقبات رفض تركيا إخراج ضباطها وجنودها متعللة بالاتفاق الذي وقعته مع حكومة السراج وكذلك أيضا هناك صعوبات داخلية تتمثل في تنظيم الإخوان وأذرعها السياسية والعسكرية موسيقى 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 مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام وسؤالي لسيد محمود سيد محمود حسب التكهنات المرحلة الأولى من خطة اللجنة العسكرية 5 زائد 5 أول مرحلة إخراج المرتزقة المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية وهي إخراج القوات الأجنبية بغض النظر عن طبيعة عمل أو تواجد هذه القوات برأيك الموقف التركي هل ستيرضى أو سيقبل أو يتعاون مع هذا البنت هل ستغادر القوات الأجنبية التركية اليوم المتواجدة في الأراضي الليبية حالة البدء بتنفيذ هذه الخطة يعني من حيث المبدأ كما قلت الموقف التركي هو موقف واضح فيما يتعلق بمسألة استمرار التواجد العسكري التركي في ليبيا هذه المسألة لها إطاران الأول إطار تركي ليبي خاص تركيا تقول بأنها أبرمت اتفاقية مع حكومة السراج وبالتالي الحديث عن مستقبل الاتفاقية يمكن أن يكون مع أي حكومة تنتج عن ولكن هذه الحكومة اليوم ليست موجودة يعني هذه الحكومة ليست موجودة وهناك جدل كثير حول هذه النقطة يعني حتى مجلس النواب لم يصدق عليها وبالتالي من يعرف هذا كان معترف بها أم لا هذه إشكالية مهمة صحيح هذه إشكالية مهمة للتأكيد بأنه في الاتفاق السياسي الذي تم مؤخرا والذي على أساسه انطلقت العملية السياسية الرهنة كان هناك تفاهم على أنه دور الحكومة الحالية في هذه المرحلة هو موضوع التحضير للانتخابات وبالتالي لن تكون الحكومة وهذا أكدوا رئيس الوزراء عبد الحميد بيب عندما قال ليس من صلاحيات الحكومة مناقشة اتفاقيات سابقة أبرمتها الحكومة السابقة مع أي دولة في إشارة للملف التركي وبالتالي كان هذا السياق موجود ويمشي بشكل طبيعي إلى وصولا إلى محاولة تعويم الحديثة عن مسألة من أجل إحراج تركيا في هذه المسألة أنا أعتقد بأن المشكلة الرئيسية الآن أن هناك بعض الأطراف الداخلية في ليبيا ولكن واضح تدفع باتجاه تحوير هذا المسار الانتقالي باتجاه مسار معين وهذا الأمر أعتقد بأنه يسبب إشكالية لا يوجد هناك كما قلت إجماع ليبي حول هذه المسألة وأيضا تركيا لديها تفسير لمسألة التواجد العسكري هنا هيك عن مسألة مهمة وأعتقد مهمة جدا يجب الإشارة إليها وهي أن مسألة التواجد الأجنبي في ليبيا هي مسألة دولية ومرتبطة بأطراف دولية لديها تأثير كبير أعلى من تركيا وعلى يوسيا أتوقف عند هذه النقطة التي قلت بأنها مهمة سيد محمود صحيح قلت بأنه اليوم الموضوع هذا بيرتبط بأطراف كثيرة أطراف لاعبة وأطراف معنية بهذا الملف اليوم كل هذه الأطراف ما فيها تركيا عندما يجلسون في الأروقة الأممية ويتحدثون عن ملف إخراج المرتزقة يتفقون بأنه نعم نحن نريد أن نخرج المرتزقة نعم نحن نريد إخراج القوات الأجنبية ونريد ضمان سيادة ليبيا والحكومة الليبية والمؤسسات الليبية على أراضيها وبالتالي أين المشكلة؟ هذا ما يقال في الجلسات وفي الاجتماعات وأمام الصحافة لكن هل هذا ما يجري فعلا على الأرض هل هناك إجماع دولي فعلا حول هذه المسألة نحن أنا لا أرى عكس ذلك تماما أرى بأن هناك مصالح روسية تركية متداخلة في المسألة الليبية أيضا هناك تخوف أمريكي وأوروبي من مسألة التناغم التركي الروسي فيما يتعلق بليبيا الآن امتد من سوريا إلى ليبيا وأيضا موجود في جنوب القوقاز وأيضا في جانب آخر مسألة تمكين الحكومة على الأرض حتى هناك بنود عديدة في الاتفاق السياسي سيدتي لم تطبق بالكامل لا الحكومة تستطيع العمل الآن في المناطق الشرقية وفي بنغازي مسألة سحبة ثقة من حكومة بيبا أيضا هذه كانت مفاجئة أيضا مسألة إقرار قوانين انتخارات رئاسية وبرلمانية من دون أن تحظى بإجمع داخلي ونرى بأن هناك خلاف الآن ليبيدي حول هذه القوانين حتى أعود معك فقط إلى النقطة الأولى وهي نقطتنا الأساسية نقطة حوارنا بأنه هل هناك بالفعل صحيح أنه بالأروقة السياسية يتم الحديث عن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ولكن ليس هذا ما يتطبق على الأرض هل تريد أن تقول باليوم بأن تركيا تراوخ يعني عندما يتحدث المرصد السوري بأن تركيا قالت أنا قمت بنقل شحنة أو دفعة من المرتزقة السوريين وفي نفس الوقت يقول بأنه هناك دفعة جديدة من المرتزقة تم نقلهم إلى ترابلوس هل هذه مراوغة تركية اليوم هل تريد فقط اليوم من خلال هذه الاجتماعات أن تمتص غضب المجتمع الدولي ومن ثم على الأرض تنفذ سيناريو مختلف تماما لا شك أن تركيا تواجه الآن ضغوط دولية عديدة في هذه المسألة لكن أعتقد بأن الموقف التركي موقف واضح فيما يتعلق بمسألة دعم العملية السياسية منذ أن انطلقت العملية السياسية ورغم النقاش ورغم الغموض الكبير حولها ورغم الخطوات التي الآن يجري الدفع بها لتحريف مسار العملية السياسية لم تتراجع تركيا في مسألة دعم التسوية السياسية أيضا هناك مسألة مهمة تركيا بالمناسبة كانت آخر الأطراف الدولية التي تدخلت في الصراع الليبي قبل أن تدخل تركيا إلى ليبيا بمجمع اتفاقية مع حكومة السراج كانت هناك أطراف عديدة متورطة في الصراع الليبي أيضا نحن نرى بأن حتى التدخل العسكري التركي في النزاع الليبي في الحقيقة لم يؤدي إلا إلى هذه النتيجة التي نشهدها اليوم وهي أطلاق مسار سياسي وبالتالي لا يمكن لأحد أن يزيد على دور تركيا فيما يتعلق بمسألة دعم التسوية السياسية نعم تركيا الآن تتعرض لضغوط عديدة هي تدرك تماما وترى بأنه بعض الأطراف الدولية تدفع باتجاه تهنيش ليبيا خارج العدل اسمحني أن أخذ رأي عنوان طرح تضايا على همش مسار التسوية السياسي سيد جمال سيد محمود يقول بأنه لا أحد يستطيع أن يزاود على الدور السياسي أو الدور التركي في دعم المسار السياسي في ليبيا ما تعليقك؟ نعم هو مسألة دعم تركيا المسار السياسي نحن نعلم أن للأسف النظام التركي لا تحدث وليس الشعب التركي الطيب ولكن للأسف النظام التركي لم يدعم صراحة المسار السياسي بل دعم تيار معين وهو تيار الإسلام السياسي ولا رأسهم الأخوان المسلمين ضد الشعب الليبي وليس حقيقة نحن نقوله بكل صراحة لذلك في اعتقادي بأن الوجود التركي الآن ومسألة نتماسكه بهذه الاتفاقية وكذلك يحاول عرقل توافع الآن مصار السياسي وانتخابات 24 ديسمبر لأن انتخابات 24 ديسمبر وانتفاق برلين واللي صادق عليه مجلس أمني نسأل إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وبما فيه مرتزقة بدرجة أولى لذلك تمسك تركيا الآن بوجودها على الأراضي الليبية بحجة هذه الاتفاقية بصراحة هو يقوض المصار السياسي ويقوض العملية السياسية وكذلك يقوض مسألة الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر نحن نعلم بأن الوجود التركي اليوم يعني مرتبط بصراحة بمجموعات مسلحة في الغرب الليبي سواء كانت موجودة في العاصمة الطرابس أو الطوق العاصمة الطرابس ونحن شفنا حتى مسألة الاشتباكات الأخيرة ما بين مجموعات قريبة جدا من القوات التركية لذلك وجود الآن هو ليس دعم المصار السياسي بل تأزيم المصار السياسي إذا كانت دولة التركية أو نظام التركي فعلا لديها رغبة حقيقية لدعم الشعب الليبي لذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر وانهى حالة الفوضى في ليبيا عليه أن ينصاع لإرادة الشعب الليبي وهو أخرج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبي وأن لا يتمسك باتفاقية جاءت للأسف على مضت وجاءت على كره وعلى قلوب الشعب الليبي هذه الاتفاقية للأسف وهي لم تكن اتفاقية مع إدارة سياسية حقية بل كانت اتفاقية مع ضغط من مجموعات مسلحة على الحكومة السابقة حكومة الوفاق الوطن ونحن نعلم بأن هناك كانت هناك عديد من التصريحات لدى الكثير من الشخصيات المحسوبة على التيراس الامي بأنها تتمسك بأنها من عقلت هذه الاتفاقية وهي من ضغط على حكومة الوفاق من أجل التوقيع على الاتفاقية وإعطاء تركيا مساحة في الغرب الليبي لذلك بصراحة إذا كان هم يردون تركيا نفسها تريد احترام وقبول الشعب الليبي كدولة صديقة ونحن نحترم جميع الصداقات مع أي دولة بما فيها روسيا عليهم الصياع إلى إرادة الشعب الليبي كذلك خلينا أن نرجع قليلا حتى بيان لجنة 5 العسكرية المشتركة ما بين الطرفين نصت بأن نخرج جميع القوات الأجنبية بما فيه تجميد العمل باتفاقيات التدريب وغيرها من الأمور الفنية العسكرية لذلك حتى الطرف العسكري الآن هو رافض حتى الوجود أقل شيء هو دعا إلى التجميد لذلك في حالة التجميد يجب أن يجمد فعلا أقل شيء إلا نستطيع نتخذ خطوات مضي قدما نحو إخراج قوات المرتزقة وكذلك حتى مسألة مهمة جدا وهي في الشأن الداخل الليبي هي تفكيك المجميع المسلحة وتصريحها وكذلك إعادة دمجها بشكل فرادة كذلك بمعنى وفق رات مجلس الأمل الذي لن صدق عليها بأن يتم بصراحة تنظيم هذه المجموعات المسلحة لذلك تمسك هذه المجموعات المسلحة وبقاء اليوم هو بصراحة بوجود القوات التركية في القواعد المنطقة الغربية لأن وجودها هو يعزز ويقوي هذه المجموعات المسلحة مختلفة التوجهات الموجودة دكتور عبد الحميد الفرق المحسوب على تيارات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين اليوم كيف ستتعامل مع هذه الخطة برأيك خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية دعنا نذهب إلى سيناريو بأنه بالفعل الأطراف الداعمة أو المعنية تريد تنفيذ هذه الخطة اليوم برأيك التيارات والفرق الموجودة في طرابلوس والمحسوبة على الإسلام السياسي هل ستتعاون كيف سيكون ردفع لها أي سيناريو ستنتهج مع من إذن كلها إخوان وكلها إخوان زي ما شوق الطرف الآخر تبريرا لتدمير العاصمة ولدخول العاصمة حتى لما نتكلم للطرف التركي كما أشعر ذيك مغازي أن الطرف التركي جاء لتجيز الحرب بالأكس التذكر التركي هو اللي سمح ببدأ حوار سياسي هو اللي مكن من وقف الأحضاريات العسكرية لأن حق يعني شاعد على تحقيق توازن الأرض هذا التوازن يعطي مناخ أو خلق مناخ مناخ لبدأ حوار سياسي اليوم ألا يشكل هؤلاء المرتزقة الذين يخرجون بمظاهرات الذين يتقاتلون فيما بينهم على الأراضي الليبية ألا يشكلون خطرا وعامل ومصدر إزعاج للشعب الليبي بنفسه المرتزقة يشكل إزعاج ويشكل مصدر تحديد لسيادة الدولة الليبية ولكن التحديد موجود في كل المناطق الباقرب تسيطر على مناطق معينة وتمني في درست وإدفاعات وتمني في قواهر وتستعمل في هذه القواهر انتلاكا لمناطق أخرى في خير بدون الخدوة للسيادة الليبية أيضا الفصائل المعارضة التي تتبع الدورة الأفريقية أيضا تحتل بفرع كاملة وتمني فيها معسكرات تدريب ومعصصات قيادة وهي خارج سيطرة السلطات الليبية وخارج سيطرت أيضا السلطات الليبية التي تتبعها ولذلك جميع المجموعات المرتزقة وجميع مجموعات القوات الرجمية تشكل تهديد للسيادة الليبية لكن لا وخطر استعمال إسلام سياسي وإخوان المسلمين هذه كل الشعارات يرفح عن سلوء سيد أندري أنتقل إليك تهتم روسيا بتوازن القوى على الأرض وبالتالي ما هي السيناريوهات التي تراها موسكو هي الأنجح اليوم أو السيناريو الأنسب لأنسحاب القوات الأجنبية هذا هو السؤال كبير طبعا روسيا ترهب بالدرجة الأولى التحقيق الواحدة الليبية يجب أن توحد دولة يجب أن لا تكون حكوماتين وبرلمانيين يجب أن يكون رئيس واحد وحكومة واحدة وإنصارت إمكانية توحيد الدولة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وبعد شهر الانتخابات الرئاسية كان جميل جدا للأصف الشديد أنا شخصيا لا أرى على الصحة الليبية الشخصية الكبيرة مثل العقيد مؤمر الكذافي الذي كان يمسك الدولة بالنار والحديد وكان يمسك جميع القبائل الليبية وكان يخصب بأن الاعتبار مصالح تلك القبائل إذا وجدت في ليبيا مثل يمكن الوصول إلى الوفاق الوطني وأما إذا كان الواصل الانشقاق بين الشرق والهرب هذا سيناريو سيء جدا أرهب وأتمنى أن يكون الوفاق وصحب القوات لجنبية تدريجيا والوفاق الدولي ويجب المشكلة الرئيسية أنا شخصيا لا أرى الشخصية السياسية الكبيرة التي تستطيع أن توحد ليبيا ربما كان صيف الإسلام لا أعتقد ربما كان عبد الحميد بيبة جميل ولكن يجب أن تكون قوة والرغبة السياسية والنفوذ السياسي كافي لتوحيد الدولة توحيد الدولة حيث هناك القبائل المختلفة هذا مهم كبير جدا طبعا الزعيم القبضة كان ديكتاتوريا وكان يمسك البلاد أما الآن فوضى للأسف الشديد أنا أسف ربما لا توافقوني معي يعني لا أعرف سيد جمال يعني اليوم هل هي المشكلة هل هي المعطيات اليوم بهذه المقاربة التي قام بها سيد أندري هل هي المعطيات اليوم تغير اليوم الذي تحتاجه ليبيا فقط رئيس قوي قادر على حكم البلاد كما كان الراحل معمر القذافي أم أنه اليوم بحكم المعطيات اللعب بات دوليا بشكل أكبر اليوم الأطراف الفاعلة واللاعبة في هذا الملف باتت تركز وتولي اهتمام أكبر بكثير من السنوات السابقة على ليبيا ما رأيك نعم يتحتاج ليبيا بصراحة إلى رئيس يكون منتخب من الشعب الليبي لديه صلاحيات حقيقية كبيرة جدا ولديه الرغبة والإرادة السياسية والدعم المجتمع الدولي بالدرجة الأولى حتى يستطيع بصراحة أنه يستطيع أن يحاول أن يوحد ليبيا بمعنى التوحيد الفعلي بعيدا عن توحيد المؤسسات ولكن للأسف المعضلة في ليبيا هي معضلة كبيرة جدا وهي انتشار السلاح هناك يحتاج إلى دعم دولي في مسألة جمع السلاح وكذلك نازع السلاح من المجموعات المسلحة ومكافحة الجريمة والأهم مكافحة الفساد بصراحة لأصبحت ينخر في جسد الدولة هذا الفساد وهذا النهب الكبير كذلك حتى مسألة التواجد الأجنب في ليبيا هو يعمق بصراحة الخلاف يعمق الانقسام ويرهق الدولة الليبية وكذلك لا يستطيع أي رئيس في حالة أنه يكون هناك دعم قوي ودعم دولي حقيقة لا يستطيع حتى العمل في داخل البيئة الليبية لأن هذه بصراحة من انتشار السلاح وكذلك من الفوضى الأمنية وغيرها صعب جدا 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 أنه يكون رئيس فعلا لذلك نحن نتمنى أن نصل إلى انتخابات 24 ديسمبر بسلام نحن ما انتحدث على وجود تركيا أو وجود روس في داخل ليبيا نحن نتحدث على استقرار ليبيا نحن الآن ندعو كل هذه الأطراف أن تخرج قواتها من الأراضي الليبية حتى نستطيع الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر بسلام إذا كانت فعلا لديها الرغبة بصراحة أن هي تلبي طلبات الشعب الليبي أو رغبات الشعب الليبي في وصول إلى انتخابات 24 ديسمبر بسلام لأن وجود القوات الأجنبية الآن العراضي الليبية هو يعزز ويعمق للقسام بصراحة ويضيع على الشعب الليبي فرصة انتخابات 24 ديسمبر لذلك مسألة شائكة جدا ونحن بصراحة نتفاعل وندفع باتجاه السلام وندفع باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام وانتخابات 24 ديسمبر نتقل إلى نقطة أخرى وهي مع سيد محمود سيد محمود بالفترة الأخيرة التركية تبدي رغبة بإقامة نوع من الإصلاح في العلاقات الإقليمية على تميل إلى المصالحة الإقليمية برأيك هل ينعكس هذا على استراتيجيتها في الملف الليبي فيما يتعلق على سبيل المثال بالعلاقة مع مصر يبدو أن أحد أو أهم أكثر النقاط الخلافية الآن في سبيل إعادة تطبيع العلاقات المصرية التركية هو الملف الليبي لا شك أنه هناك خلاف بين تركيا ومصر بشأن مسألة التواجد العسكري التركي في ليبيا وبالتالي إذا ما أرادت تركيا بتقديري أن تدفع باتجاه إعادة تطبيع العلاقات مع مصر لا شك بأنه يجب أن تقدم رؤية مختلفة نوعا ما تراعي إلى حد كبير مسألة الهواجس المصرية ومسألة المصالح المصرية في ليبيا وأنا أعتقد بأن الجانب التركي بالمناسبة يراعي هذه المسألة بشكل كبير طبعا إذا كانت هناك علاقات جيدة في المستقبل بين تركيا ومصر فأعتقد أنه هذا الأمر سينعكس بشكل كبير وبشكل إيجابي وهذا ما نأمل بالمناسبة على ليبيا لأنه فعلا ليبيا تعاني منذ عشر سنوات من أقسام هذا وبالتالي يجب أن تمنح فرصة الآن للشعب الليبي لكي يختار أو لكي يبني دولة وينهي هذا الصراع وبالتالي نعم العوامل الأقليمية مؤثرة بشكل كبير هناك متطلبات بطبيعة الحال للمصالحة مع مصر أو المصالحة مع دول الخليج لتركيا فيما يتعلق مسألة ليبيا أعتقد بأنه سيكون هناك تأثير في هذا الإطار هل تتعاون تركيا مع أمريكا في المرحلة المقبلة إذا ما اهتمت أمريكا بالمصالح التركية في ليبيا أنا أعتقد بأنه ما كان لتركيا أن تتدخل عسكريا في ليبيا قبل عامين لو لا ما يمكن أن نسمي بعدم اعتراض أمريكي أو بضعف الدور الأمريكي فيما يتعلق بالمسألة الليبيا أعتقد بأنه قبل عامين كان الاهتمام الأمريكي أو كان الهواج صحيح قبل عامين كانت الهواجسة الأمريكية تتركز على تعزيز روسيا لتواجدها العسكري وبالتالي كان هناك بتقدير اعتقاد أمريكي بأن وجود تركيا في المعادلة ربما يحقق نوع من التوازن مع التواجد الروسي لكن فيما بعد بدت العلاقات التركية الروسية على أن هناك تناغم فيما يتعلق بالمسألة الليبيا لأنه قبل اتفاق وقف اطلاق النار الأخير كان هناك اتفاق عده بوقف اطلاق النار وبالتالي هذا الأمر أعتقد بأنه سبب قلق بالنسبة للأمريكيين من أن الدور التركي بدأ يتحول إلى نوع من التناغم مع التواجد الروسي وبالتالي أصبح هناك تنافس وتقاسم للنفوس تركي روسي فيما يتعلق بليبيا على غرار سوريا أو على غرار جنوب القوقاز وبالتالي هذا الأمر أعتقد بأنه شكل تغير في السياسة الأمريكية أو في المقاربة الأمريكية للدور التركي في ليبيا لكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن تغيير هذه المعادلات وهي على أبواد تحول في السياسة الخارجية نحو التركيز على الصين والتخلي أو التراجع أو تقليص الدور في مناطق كشمال أفريقيا أو الشرق الأوسط أنا أعتقد بأنه الآن الوضع مختلف إلى حد كبير نحن وأمام تراجع في الدور الأمريكي ولا أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير بقرار المعادلات الموجودة حاليا فيما يتعلق بالمسألة الليبية شكرا جزيلا لك محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من أستنبول شكر موصول أيضا إلى سيد أندري مورتازين الكاتب والباحث السياسي والمختص بشؤون الشرق الأوسط شكرا لك سيد أندري وأيضا شكرا لسيد جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية كنت معنا من بنغازي ومن ترابلوس كان معنا الدكتور عبد الحميد النعيمي الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية جامعة ترابلوس شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها خطة إخراج المرتزقة من ليبيا بشائر لإنهاء الأزمة فهل يتم تنفيذها صعوبات وعقبات داخلية وخارجية قد تهدد تنفيذ الخطة وتحذيرات من تبعات الفشل نهاية حلقة اليوم من مدار الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة